وزير التعليم يؤكد تقسيط المصروفات الدراسية على أربع دفعات تيسيراً على أولياء المأمور تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط لزر الاشتراك وليك للفيديو أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له اليوم أن تقصت المصاريف خلال العام الدراسي على دفعتين أو أربع دفعات على أن يتم استكمالها قبل نهاية العام الدراسي للتيسير على أولياء الأمور وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020-2021 لطلاب المدارس الحكومية موضحة أنه في مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه ومن الصف الرابع حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 500 جنيه وصفوف التعليم السنوي الفني بكفة أنواعه وأنظمته 200 جنيه وكشفت وزارة التربية والتعليم عن الفئات التي تم إعفاءها من المصاريف وهي أبناء شهداء صورة 25 يناير وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن والطلاب يتام الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وزوء الاحتياجات الخاصة وأبناء الزكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت وأبناء مصابي الثورة طلاب مدارس حلاب وشلتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سينة وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والطلب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس دي الإلفاءات اللي حصلت على الإعفاء التام من مصاريف المدارس أما بقية الناس اللي ولدها في المدارس الحكومة تقدر أن أنت تقصت المصرفات الدراسية على أسطين أو أربع أهم حاجة تخلص المصاريف قبل نهاية السنة ده للمدارس الحكومية فقط يعني محدش يقول لي أنه في مدرسة لغاية ولا مدرسة انترناشنال وعايزة قصة المصاريف القرار ده مش ليك خالص القرار ده للمدارس الحكومية شكراً واشوفكم على خير وده كان خبر كويس من وزير التربية والتعليم للناس لأنه كان فيه ناس كتير معترضة على المصرفات لأنها غليت جداً بالنسبة للمدارس الحكومية اللي كان الناس بتدفع مبالغ يعني بسيطة جداً فالارتفاع المبالغ ده مع مصاريف الدراسة مع مصاريف الدروس المفروض هتتاخد في المدرسة مع مصاريف الأكل والشرب مع مصاريف مش عارف ايه كل ده يعني كتير جداً على الناس فموضوع أنه هم يقصتوا مصاريف العام الدراسي ده خطوة كويسة من وزير التربية والتعليم ومن الحكومة شكراً واشوفكم على خير إن شاء الله